السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والشواب وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من أمريكا تقول بأن زوجها كان منذ صغار يعيش في دولة غربية لم يكن معه والده ووالدته توفيت وهو صغير درس هناك واشتغل وعاش في ذلك المجتمع وأهمل دينه أهمل الصلاة وأهمل الصيام وكذا وبعدين تقريبا تقول قريب تسع سنوات ما صام وبعدين الحمد لله بدأ يلتزم في الصلاة والصيام وإلى غير ذلك وذكرت أشياء كثيرة جدا لكن هذا ملخص سؤال الأخت أم عبد الله من أمريك أختي أم عبد الله أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على الاهتمام بزوجك ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله أن تقوم المرأة فتهتم بأحوال زوجها وبدينه قبل الدنيا فكثر الله أمثالك وبرك الله فيك الأمر الثاني هنيئا لزوجك وهذه بشارة أن الله تعالى أحبه فهداه ولذلك زوجك عاش فترة طويلة من الزمن بعيد عن الله والحمد لله الآن فتح الله على قلبه وهداه لما فسح في عمره ومد في أجله ورجع إلى الله هذه نعمة من نعم الله يشكر الله عز وجل عليها قائما وقاعدا وعلى جنب الأمر الثالث أختي الفاضلة أنا فهمت سؤالك على يعني ما ذكرتي قولي لزوجك ما مضى مضى يتركه ويبدأ وهو بدأ والحمد لله بالمواظب على الصلوات الخمس صلاة الجمعة بالمواظب على صيام رمضان شهر رمضان ويستمر على هذا ويعمل أعمال صالحة منها مثلا كثرة الاستغفار كثرة الاستغفار قول أستغفر الله أتوبي لي الأمر الثاني كثرة النوافل الصلوات الخمس فيها لها نوافل سنة رواتب قبلية وبعدية قيام الليل سنة الضحى الصيام النافلة إذا استطاع وانتي ذكرتي بأنه مريض بالسكر إذا استطاع صوم الاثنين والخميس الأيام البيض لا يفوت الصيام عرفة صيام عاشورة يكون له نفع متعدي يعني يكون يعني نفع يصل إلى الآخرين يحسن إلى الناس يكثر من قراءة القرآن يكثر من ذكر الله هذه كلها بإذن الله أمور طيبة وسبب من أسباب ثباته على ما هو عليه الآن بارك الله فيك أم بلال من العراق تقول أنا أقوم بخدمة عمتي أخت أبي وهي مقعدة منذ سنوات عندها تخلف عقلي قليل يعني لكن تقول شد عصبي عنده لا أحد يستطيع إسكاتها إلا بالصوت العالي وأنا أستخدم الصوت العالي معها بعض الأحيان والله أني أحبها وأكرمها مبتأم يعني أبتغي بذلك وجه الله هي كبيرة في السن وأشعر أحيانا أن تعبي يذهب هدر وأخاف الله فيها وهي كثيرة هي أيضا تحبني جدا لخدمتي لها أم بلال أولا أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يبارك في عمرك وفي عملك أنت على خير يا أخت الفاضل هذه نعمة من نعم الله وفقك الله عز وجل فتح لك باب من أبواب الخير تليجين منه إلى هذا الخير من الله سبحانه وتعالى وقيامك على خدمة عمتك أخت الوالد بمثل هذه الطريقة هذا عمل صالح ولله الحمد والمنة فأبشري بخير ولذلك الله عز وجل اختارك لهذا فلا تتركي ما اختاره الله لك أنت على خير وستجدين بركة ذلك في نفسك وفي حياتك وعمرك وعيالك وزوجك ومالك وبيتك وتجدين هذا ظاهر هذا ظاهر ولله وهذه من أعظم النعم صلة الرحم هذه التي عندك الرحمة التي في قلبك الخدمة والقيام على هذه المرأة العاجزة عن أن تحرك شيء فاقدة لعقلها لا شك بأن هذه نعمة واختيار الله عز وجل لك هذا الباب يدل على محبته بحول الله تعالى وقوته الأمر الثاني الأصل طبعا أن الإنسان ما يرفع صوته على الآخرين سواء من الأقربين أو الأبعدين ما يرفع صوته على الآخرين ولذلك الإسلام أدبنا وربانا أننا ما نرفع الصوت على الآخرين بل ما نرفع الصوت عموما رفع الصوت هذا إلا للضرورات مثلا ولذلك الله عز وجل قال في مسألة الوالد ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم ولا شك بأن هذه المرأة تدخل ضمن هذا التوجيه يعني بالنسبة لنا أننا ما نرفع صوتنا لا على والدين ولا على غير الوالدين مثلا مثلا العمات والخالات والأعمام والأخوة وهكذا المسألة الأخرى وهو المهم هنا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة هذه فاقدة لعقلها أو لبعض عقلها عندها حالة عصبية وتصدر تصرفات هذه التصرفات بالنسبة لكم كما فهمت ما تستطيعون تهديئتها إلا برفع الصوت عليه فهي تهدأ مثل الطفل الصغير مثل الطفل الصغير اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا ما في بأس ولا حرج لأن هذا نوع من أنواع الدواء نوع من أنواع العلاج نوع من أنواع التداوي لماذا لأن أنت الآن والدك مثلا لو عمتك الآن قيل لها سنجري لها عملية جراحية ستوافقون عملية جراحية فيها بضع لحم فيها شق جلد فيها إيلام لماذا لمصلحتها لمصلحتها ولذلك هذا فيما يظهر لي إذا أنتم من عدمة الحلول كلها ما في سبيل على أن تسكت وتهدأ وتترك هذه الحالة العصبية إلا برفع الصوت عليها فاللي يظهر لي بأنه لا مانع ولله الحمد والمن وهذا نوع من أنواع التداوي أهم شيء تنون بذلك يعني مثل ما تنون الدواء أو العلاج لها ما تنون إيذاءها ما تنون الإضرار بها مثلا هذا أهم شيء بارك الله فيكم لكن هذا أخت الفاضل هو الخيار الأخير يعني إذا كان هناك أشياء ممكن أن تسكت مثلا تعطى حاجة يعني مثلا تخرج إلى مكان مثلا أما تقول الله أن عدمت الحلول والأسباب لا حرج في هذا ولله الحمد والمن صهيب من اليمن يقول جدتي توفيت وبدأت بالعدة ودخل عليها طفلين الأول عمره خمس سنوات والثاني عشر سنوات ماذا عليها ودخل عليها ابن أخوه صهيب بارك الله فيه ورضي عنك ما عليها شيء ولله الحمد والمن فدخول الأطفال على المرأة المحادة لا شيء فيه ولله الحمد بل لو أن رجلا أجنبيا دخل على المحادة هذه عامدا أو غير عامد ليس عليها شيء ليس عليها شيء بل لو أن المرأة تعمدت ودخلت على الرجال ما تقضي العدة ولا تبطل العدة تكمل العدة وتستغفر الله كيف دخل عليها أطفال أطفال هذول يدخلون على المرأة المحادة لا حرج كيف دخل عليها أطفال محارم لها ابن ابن أخوها وابن ابنتها مثلا وابن ابنها مثلا أولادها بارك الله فيك فلو دخلوا عليها لا حرج في ذلك ولله الحمد أم عبد الله من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له تسأل أم عبد الله تقول هل الملبس الحرام يشمل السافرة والمتبرجة بمعنى لا يقبل الله دعواتها أم عبد الله بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا هذا لا يعني بأن السفور والتبرج حلال لا السفور والتبرج حرام لكن أنت ذكرت حديث وهو ما أكله ومشربه وملبسه والمقصود الملبس الذي اشتراه من حرام هذا المعنى يعني كسب حراما فلبس به يعني يبيع خمر ويشتري فيه ملابس له مثلا يبيع مخدرات ويشتري ملابس له ويأكل به ويشرب منه هذا هو المقصود اختلفاظ أما التبرج والسفور فهو محرم لأن الله جل وعلا حرم ذلك ونهى عنه ما يجوز المرأة تخرج سافرة أو متبرجة أمام الآخرين أمام الرجال الأجانب لكن أنت سألت عن الحديث لا الحديث وملبسه حرام يعني من حرام قد يكون الملبس أيضا بعيني حرام سرق مثلا سرقه سرق ثوب لبسه أو سرقت ثوب لبسته أو مثلا غصبه غصب مثلا أو انتهبه مثلا نعم وأما المرأة السافرة فلا شك بأن فعلها محرم بارك الله فيك أم محمد تقول أنا عايشة في أمريكا متزوجة من شاب أمريكي مسلم ولله الحمد يعني هو يسعى مع أهله لرسم سورة طيبة عن ديننا ولله الحمد تقول حماتي مزعجة جدا تتصرف الصرفات تزعجني كأن تجيب أحيانا المشروب في بيتي تنعت ابني مثلا بالشاذ وغير ذلك من الأشياء ذكرت طبعا أشياء كثيرة سؤالي تقول هي سؤالي هل هي من رحمي هل يعني علي وصلتها هل يتوجب علي التعامل معها ما استطيع قطع علاقتي فيها أنا ما يعني أأثر على ابنها الذي هو زوجي بقطع العلاقة فيها بس أنا تعبت كثير وهي تستفز أولادي وشي من هذا القبيل أختي أم محمد من أمريكا بارك الله فيك وثبتك الله وأعانك ثبت الله زوجك وأصرح الله لك أولادك أختي الفاضل هذه ليست من أرحامك أنت ليس لك علاقة بها هذه أمرأة ليست رحم الرحم يعني الرحم الأب والأم والجد والجدة والأبناء الأولاد البنين والبنات الإخوة والأخوات هذول الرحم الأعمام والعمات الأخوات والأخوات هذه أمرأة بعيدة عنك فيا أخت الفاضلة لا يجب عليك صلتها أنت الآن تسعين في كسبها للإسلام احرصي بارك الله فيك على لا تستفزك احرصي على أن تظهري فعلا حقيقة يعني حقيقة ما عندك من دين الإسلام تترجمين ترجمة عملية من خلال تصرفاتك وأيضا ردات الفعل بالنسبة لها هي ومسامحتها بالصف عنها إكراما لزوجك وأيضا تبيت لنية دعوتها إلى الإسلام فلا تقولين هذه ما تهتدي لا الهداية بيد الله عز وجل ما تدرين هذه المرأة الشريسة الآن في تعاملها معك ما تدرين قد تكون قد تسلم على يديك في يوم الأيام من موقف من المواقف أو تتأثر مثلا فأغرقيها بإحسانك أغرقيها بإحسانك تصبري عليها تصبري عليها قضية أنك يجب عليك صلتها لا ما يجب أنت الآن في مقام الداعية إلى الله عز وجل معها زوجك عفوا زوجك هذا شأنه هو وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه تحرصين على أولادك من حيث التربية وتلقين العقيدة السليمة يعني خوفا من أن يعني تعلمهم شيء ربما يعني يؤثر على دينه وأنصحك بكثرة الإحسان إليها والتواصل معها من باب دعوتها إلى الإسلام أحمد النقبي يقول أنا تأخرت وزوجتي بإنجاب الأطفال مدة أربع سنوات راجعنا العيادات قالوا الإنجاب الطبيعي صعب بسبب حالة زوجتي الصحية من ناحية الإنجاب الحل أطفال الأنابيب الحمد لله يقول عملناه ورزقنا بولد يقول أكملنا الآن أربع سنوات هل يجزلنا إعادة عملية أطفال الأنابيب لإنجاب طفل هاني أخو أحمد النقبي بارك الله فيك بالنسبة للجوء إلى عملية أطفال الأنابيب للضرورة أو الحاجة فما دام أن الأطباء قالوا بأن زوجتك عنده إشكالات صحية ولا يمكن أن تحمل إلا بمثل هذه الطريقة ما يمنع ولله الحمد وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي دائما ما ننبع عليها من كون الذي يباشر عملية التلقيح هي طبيبة من حيث زوجتك وتحرص على بالنسبة لزوجتك على أن تكون مسائل الضرورة بقدرها مسائل الضرورة بقدرها فما دام أن نرخص لك في المرة الأولى يرخص لك في المرة الثانية بارك الله فيك قايد يحيا من أمريكا يقول أنا أعمل في مصنع سيارات لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد ولا أستطيع أن أصلي صلاة الجمعة في المسجد وقل مرت علي شهور وأنا على هذه الحال هل علي إثم يا يحيا قايد من أمريكا بارك الله فيك ثبتك الله سبحانه وتعالى أخي الفاضل بالنسبة لصلاة الجمعة هي أعظم فرائض الصلاة ولذلك أمر الله جل وعلا بالسعي إليها والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك ثلاث جمع تهاونا وتساهل وبين عليه الصلاة والسلام بأن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه نعوذ بالله وإذن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام اللي يشهدون الجمعة فأحرقوا عليهم بيوتهم بالنار طبعا هم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل جاء في المسند وغيره لولا ما فيها من النساء والذري والمقصود أخي الفاضل بأن ثلاث جمع يتركها الإنسان من دون سبب هذا خطأ ولذلك ممكن أنك أنت الآن يعني تترك جمعتين مثلا إذا كنت مضطر إلى الوظيفة وتصلي الظهر الثالثة تشهد الجمعة ولا بد أن يكون لك ترتيب وأعتقد بأنك لو أفهمت يعني الشركة بأنك مسلم وأنك مضطر أنك تشهد الجمعة حتى لو أخذت يعني إجازة ساعة تذهب وقت الصلاة مثلا إذا تقدر الوقت فتذهب إلى صلاة الجمعة أو تشهد بعض الخطبة وتشهد الصلاة ثم تنصرف وبعدين تصلي السنة في البيت بارك الله ولذلك أنصحك بأن لا تستمر على هذه الطريقة حتى لا يقس قلبك ويصبح هناك وحشة في صدرك وتألف هذا الشيء مع مرور الوقت انتبه فصلاة الجمعة من أعظم الصلوات بارك الله فيك أبو محمد يقول أبو محمد من الإمارات طبعا يقول يا شيخ طلعوني من الدوام قبل سنتين والحين بلا عمل وعندي زوجة وأولاد لا أستطيع أن أصرف على زوجتي النفقة وهي صابرة ومتحملة هل علي شيء؟ يا أبا محمد من الإمارات بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك والحمد لله الذي رزقك بزوجة صابرة محتسبة وهذه نعمة من نعم الله وهذه المرأة الصالحة القانتة التي تحفظ لزوجها حقه وأيضا تراعي ظروف زوجها فأنت ما عليك شيء يا أخي الفاضل أنت تقول الآن والله خرجت من العمل طلعون من العمل الآن وضعي المادة صعب جدا زوجتي تحملتني أولادي هل علي شيء؟ ما عليك إلا الصبر والبحث عن العمل تبحث عن عمل آخر ليست الدنيا قائمة على وظيفة واحد أو عمل واحد أو جنس واحد من الأعمال إذا كنت تعمل في قطاع معين الآن تذهب إلى قطاع آخر تشتغل في السوق هذا ليس عيبا الصحابة اشتغلوا في السوق الصحابة الرضيان اشتغلوا في السوق عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة ما كان عنده إلا إزار ما يملك شيء و لما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين و الأنصار كان الأنصار يريد أن يعطيه جزء من بيته و جزء من مدينة قال لا 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 رفض عنده عزة نفس قال دلوني على السوق وين سوقكم يا أهل المدينة؟ فقال هذا السوق ذهب فاتجر حتى أصبح عبد الرحمن بن عوف يقولون عنه لو قلب حجر لو وجدت تحته ذهب فلذلك أخي الفاضل و اغتنى صار يعني يصدق على عبد الرحمن بن عوف يقال امبراطور مالي و هو هاجر ما عنده شيء لا يملك إلا إزار ثوب فقط يسترعورة فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك أنت الآن معذور معذور الآن لكن قد لا تعذر إذا أصبحت كسلانا تاركا للعمل تاركا الاكتساب تريد وظيفة واحدة فقط مثلا سامحني أقول لك هذا الكلام لأن بعض الناس الآن ما يريد العمل كتابي ما يريد لمكتب مكيف على رأسه فقط والسوق طيب ما توفر هذا أجلس في بيتي أنت عليك حقوق وواجبات والتزامات يجب عليك أن تؤديها فبحث و احرص حتى لو كان أقل من مستواك التعليمي الوظيفة أقل من مستواك الوظيف السابق احرص على العمل العمل نعمة من نعم الله والسوق مليء ولا أحد يقول أنا ما أجد عمل لا أحد يقول ما أجد عمل ومن أراد أن يعرف صدق ما أقول يذهب إلى سوق الخضار مثلا أو سوق السمك أو سوق اللحم مثلا شوف شوف كيف الناس تشتغل سبحان الله وذهب هذه لذلك أخي الفاضل أنت في الفترة حالية ليس عليك شيء لك مستقبل إذا بقيت تارك للعمل لا تدخل في مسألة الخطاب والتكليف بارك الله فيك أشواق التركي من ليبيا تقول نحن نصلي سنة الفجر وبعدها ركعتين الفجر نصلي الصبح البعض قالوا غلط ركعتين السنة والصبح بس نبغى نفهم يا أختي أشواق التركي من ليبيا طبعا هي مسألة الصبح والفجر بعض العلماء يقول الصبح والفجر واحد صلاة الصبح وصلاة الفجر بعض العلماء يقول لا صلاة الصبح غير صلاة الفجر فيقصدون بصلاة الصبح السنة الراتب القبلية ويقصدون بصلاة الفجر الفريضة أو العكس لا مشاحة يعني لكن حقيقة اللي أحفظ أنا أن النبي عليه الصلاة ما سمى الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ما سماهما فجرا أو صبحا سماهما ركعتين الفجر لذلك جاء في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين الفجر فلذلك اختلف هذا بعد أذان الصبح الثاني اللي هو طبعا يحرم على الصائم الأكل والشرب لأن في بلادي أذنون أذنين الأذان الأول في الليل اللي كان أذنه بلالي بن رباح فالنبي عليه الصلاة والله قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا ففي أذان أول هذا حتى يعود قائمكم وينتبه نائمكم النايم يستيقظ حتى يوتر والقائم اللي صلي ينتبه ويوتر ويترك حتى لا يدخل عليه وقت صلاة الصبح فركعتين الصبح بارك الله فيك هي تسمى ركعتين الصبح فتصلينهم بعد الأذان بعد الأذان ثم بعد ذلك تصلين صلاة الفريضة أم عمر من الجزائر تقول عندي بنت عمي توفيت هي وزوجها وعندها أولاد بالغين كبار مين نزور لأنهم يتامى يجوا أولادها يسلموا عليها فهل ترى يعني يجوز يجلسوا يسلمون علينا أو شيء من هذا القبيل أختي أم عمر بارك الله فيه تقول أنت بنت عمك توفيت هي وزوجها وعندها أولاد بالغين وعندها طبعا أولاد غير بالغين كما فهمت بالنسبة للبالغين لا يجوز أن يدخلوا عليك أنت لأنك أنت ما تحلي لهم أنت أجنبية عنهم أما الصغار يجوز أنك يجوز أن تدخلينهم إليك وأيضا يسلمون عليك ويعيشون معك ومع أولادك يجوز هذا ولله الحمد والمن أما البالغين فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تدخلوا على النساء لا تدخل عني يعني لا يدخل غير المحالم على النساء أما المحالم فيدخلون والصغار كذلك يدخلون على النساء بارك الله فيك أم عبدالله أفن عبدالله أفن عبدالله من العراق يقول هل يجوز أن أعطي زكاة الفريضة إلى أختي وهي محتاجة أخوي عبدالله بارك الله فيك الجواب نعم إذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أو غارمة ما معنى غارمة مديونة عليها قروض عليها كذا بحق وليس بباطل وعاجزة عن السداد فيجوز أن تعطيه بل أولى الناس بصدقتك وزكاتك أختك مدام أنها محتاجة وفقيرة فتعطيها بارك الله فيك ورضي عنك مريم محمد من ليبيا تقول بأن تزوجت رجل صاحب دين وخلق واستمر الزواج ثلاث سنوات ما رزقت منه بأطفال تقول مشكلتي يا شيخ في أهل الزوج والده و والده نحن ساكنين إيجار من أول زواجي وأهل زوجي ساكنين معنا وأنا حاس بظلم واقع علي على زوجي من أهله بحكم أن والده مقتدر عنده بيت كبير عماره فيها ثلاث شقاق إلى آخر ما ذكرت تقول بأنها تحدثت مع زوجها بهذا الخصوص أنه يعني يطالب والده و شيء من هذا القبيل فللأسف تقول يعني زوجي ما استجاب و زوجي بار جدا بهم لدرجة أنه ينام تحت أرجولهم و يخدمهم بكل جهد وقته حتى اللقمة يحرمني منها و يحرم نفسه منها و يقدمها لهم طلبت أيضا من زوجي نسافر لبلاد أخرى لفرص عمل تقول ما حصل بحكم أني من حملة الشهادات العليا و ذكرت قصة طويلة طبعا تقول هل زوجي واجب عليه النفق على والدي في هذه الحالة كونهم مقتدرين مثلا و قصة الأخت أخت مريم طويلة جدا لكن هذا باختصار أختي مريم من لي ببارك الله فيك أولا يعني واضح بأن زوجك رجل صالح فعلا بمعنى الكلمة حيث أنه بار بوالديه و يسعى لرضاهما و كما ذكرت يجلس تحت قدميهما و يطعمهما و يسقيهما و الله هذه نعمة من نعم الله و لا شك بأن هذا باب من أعظم الأبواب الذي يفتحه الله عز وجل على عباده الأمر الثاني أختي الفاضلة أنت واضح بأن أيضا متأثرة من حيث الحقوق كما ذكرتي فما تأخذين حقوقك كاملة لكن أنا أنصحك نصيحة لله عضي بنواجذك على هذا الزوج هذا الزوج رجل مبارك هذا الزوج مهما حصل من ظلم من والديه تجاه زوجك فوقوف هذا الموقف المشبع بالبر المليء بالحنان و الرحمة صدقيني بأن هذا رجل مبارك و لذلك أختي الفاضلة لا أطيل عليك وصية لك أن تستمسك بهذا الزوج و بالله إن هذا النوع من الرجال أندر من الكبريت الأحمر في زمن و العيادة بالله قست القلوب تصحرت الصدور جفت المشاعر لو كان تعامل مع أخوانا و يظلمونا لا أقولك لا تصبرين لكن مع والديه أصبرين و صدقيني بأن العاقب الحسن لك و لزوجك ستكون العاقب الحسن لك و لزوجك و ستجدين بركة هذا البر من زوجك في حياتك أنت إذا صبرت و أعنتيه أعنتيه على مثل هذا البر و على مثل هذا الطريق فأنا نصيحتي لك أختي الفاضلة لا تفرطي بهذا الكنز أنت بين يديك كنز هو هذا الزوج هذا الزوج و قضية الظلم هذا ما يسلم منه أحد و كونهم مقتدرين أو غير مقتدرين هذا حسابهم عند الله سبحانه وتعالى لكن أنا أتكلم على يعني واقع بأن مثل هذا الزوج أصبح نادر في هذا الزمان اللي يقول العياد بالله كثر العقوق و انتشر العقوق و الصدود و أصبحت الدنيا هي التي يعني تمكنت من قلوب كثير من الأولاد و أحمل والديه أحمل والديه لكن مثل ما قلت لك أختي الفاضلة استمسكي بزوجك و إن شاء الله الله عز وجل يبارك لك و لا تطربي منه ما لا يستطيع هو عنده حد معين لا تطربي منه ما لا يستطيع الأخت أمت الله من الأردن تقول أنا حواجبي خفيفة و باهت لونه و فيها فراغات بالإضافة إلى إصابة قديمة في أحد الحواجب ممكن يعني أملأ و أعبي هذه الفراغات ببعض المواد التي تستعمل حاليا مكان الإصابة هل هو حلال أم حرام أختي الفاضل أمت الله الجواب نعم يجوز لك أن تملعي مثل هذه الفراغات في الحاجبين بمواد كحلية أو أي مواد أخرى هذا يجوز و لله الحمد و المن بارك الله فيك أهم شيء أن تجسني بالأشياء التي تشكل طبق عازلة بالنسبة للماء ماء الوضوء والغسل تنتبهين لهذا بارك الله فيك أم حسن تقول من العراق طبعا تقول أبو حسن ما عنده عمل و البيت من خمس سنوات ما في ما عندنا شغول ولا كذا وهناك نقول بأن هناك سحر مثلا في البيت و شيء من هذا ألقى بيه أختي أم حسن من العراق بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا أختي الفاضل القول بأن والله البيت في سحر و كذا هذا يحتاج إلى دليل يعني من السهل جدا أن الإنسان يتكلم يقول البيت في سحر أو شيء يعني ما أعتقد أن هذا يكون أول ما يفكر فيه الإنسان قضية أنه ما يشتغل و كذا لماذا ما يشتغل يعني السؤال الذي يقدم لماذا أبو حسن ما يشتغل راح مرة و صده يروح مرة ثانية و ثالثة و عاشرة و مئة مرة لأن الرزق محسوم و مكتوب و في السماء رزقكم و ما تعدون فورب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لذلك بعض الناس الآن يحتمي للأسف الشديد بالسحر و بالعين يقول والله أنا أكيد معيون أكيد مسحر طيب اشتغل اعمل ابذل السبب اسعى وصي وصي الناس ممكن أحيانا شخص يمر عليه موضوع عمل و يتذكرك مثلا يا أبو حسن يقول أبو حسن هذا يعني طلب مني إذن التصوير أبو حسن فلذلك اخوة الفاضلة شيلوا من بالكم قضية السحر شيلوا من بالكم قضية العين السحر حق و العين حق لكن مثل هذه الشغلات ثبت بالتجربة أنه في الغالب في الغالب أن هذا كله مجرد شماعة يعلق الناس عليها فشلهم يعلق الناس عليها كسلهم لا ما يصرح بارك الله فيك توفيق من اليمن يقول شخص ما عند الشعر أصلع و يسوي باروكة فوق رأسالي الزينة كيف يغتسل عندما يكون جنوب وهل يجوز أن يغتسل من فوق هذا الشعر توفيق من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لي الصلع بالنسبة للرجل ليس عيبا يعني ليس عيبا أن يكون الرجل أصلعا كان علي أصلع كان عمر أصلع أكثر الصحابة كان بالعكس يعني إذا أرادوا أن يمتدحوا الرجل قالوا الأصلع فالصلع في الرجال ليس عيب صحيف النساء هو العيب و لذلك الرجل يحلق في الحج و العمرة و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا و للمقصرين مرة واحد الأمر الثاني بالنسبة لوضع الباروكة هذه مسألة الكلام فيها عند أهل العلم معروف كيف الآن يضع رجل على رأسه باروكة و يغتسل جناب و هي على رأسه ما يصلح هذا و لذلك هذا عازل للماء عازل للماء أما زراعة الشعر نعم يجوز للرجل أن يزرع الشعر فإذا جاز زراعة الشعر أخذت الزراعة حكم المبدل فالبدل له حكم المبدل خلاص يصبح كأنه شعر أصلي هذا الشعر الذي يزرعه أما الباروكة فلا يا أخي الفاضل و إذا حصل و لبسها الإنسان و أراد أن يغتسل من الجنابة يجب عليه أن ينزعها بارك الله فيك أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيها تقول يعني ما حكم الزوجة الذي دائما اتهم زوجته مع العلم أن الله تعالى أعفها و يعني طهرها و هي و إلا الحمد بعيدة عن مثل هذه الأشياء أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي الزوج الذي يرمي زوجته بمثل هذا الأمر لا شك بأنه مرتكب لكبير من كبائر الذنوب و لعظيم من عظائم الآثام و لذلك الله جل وعلى قال و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة و لا تقبل لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون و الزوج الآن إما أن يأتي بأربعة شهود و إذا قال ما عندي ينتقل إلى اللعان يلاعن يعني اللعان الذي جاء ذكره في سورة النور يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها فإذا أبى أقام القاضي عليه حد القذف و العياذ بالله القذف هذا محرم و لا يجوز و لأجل هذا جاءت الشريعة بصيانة الأعراض ضربت حول العرض طوق آمن ما يجوز للإنسان أن يعتدي على الأعراض الآخر حتى ولو بالكلام و لذلك لأسهل بعض الأزواج الآن أسهل ما عليه أن يقذف زوجته أسهل ما عليه أن يقذف زوجته و يعلم بأنها طاهرة و يعلم بأنها نظيفة و يعلم بأنها أنظف منه و يعلم هو أنظف منه و مع ذلك لماذا يقول لا هذا ما تروح تشتكي هذا ما تسوي شيء هو أصالحها طيب والكلمة هذه أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أتحسب هذه الكلمة هينا هكذا و تذهب لا ما تذهب سجلت في صفيحة أعمالك السوداء و ذلك على الإنسان أن يتق الله و أن يخاف الله إذا كانت بنت الحلال هذه زوجتك تصبر عليك و تتحمل و تتجاوز و تعبر و تعدي لكن هذا يسجل عليك هناك ملائكة يسجلون أما تخاف من سخط الله أما تخشى من أن الله تعالى يسلط عليك بسبب ظلمك و بهتانك على الناس يتق الله و يخاف الله أنا أقول هذا الكلام لأنه عندي عشرات الأسئلة التي يسألون بمثل هذا الأمر الزوج عادي هو يدري أن الزوج تظهر بدليل أنه ماسكها يعني زوجته أم عياله ما يقدر تخلى عنه لكن عنده سهل أنه يتكلم في عرضها يقول يا زاني يا كذا يا كذا أعوذ بالله نسأل الله العافية و السلام هل هذا يقوله إنسان يخاف الله و يراقب الله و يعلم بأنه موقوف بين يدي الله هل هذا يقول هذا إنسان عنده يعني عقل و نضوج اللي يرمي زوجته يثبت هذا و اللي يمشي زوجته لهذا لأنه كيف يعيش مع بغي كيف يعيش يعني ما يعيش مع البغي إلا إنسان من جنس هذا النوع و إذا كنتمسك بزوجته يحب زوجته متمسك فيه الزسانة متبررة منه مثل ما يقولون يقذف زوجته عند أي أدنى شبهة و عند أي أدنى كلام و عند أدنى زعل قال أنت كذا و كذا و لذلك تلفاظنا أنت بين خيارين إما الصبر عليه وتعرفين إذا كان هذا الزوج مسكين يعني و ذكري بالله و خوفي بالله قولي لم يصلح هذا الكلام إذا أنا فعلا مثل ما تقول ليش لم يتمسك فيني إذا أنت الآن تقول بأنك أنت زاني ليش متمسك فيه كيف ترضى تعيش مع بغي و مع زاني هذا الأمر الأول أنت تعرفين عقلية زوجك و نفسية زوجك و تصبرين عليه و تذكرين و تخوفين بالله عز وجل و كل الله خاف الله عز وجل لا يبتلك ربك سبحانه وتعالى الأمر الثاني ترفعين أمر للمحكمة إما أن يثبت و إلا حدهم في ظهره و هذا حق مشروع لك أنت ما أحد يستطيع أن يقول لك لا حق مشروع لك ترفعين أمر للمحكم و تقول له أثبت هذا الكلام هنا يعرف أن الله حق و يعرف أنه أنه أخطأ و يعرف أنه أنه استهتر في مثل هذا الكلام فقلينه الكلام و لا يمنع صبرك عليه و تذكيرك له و قل لي لا انتبه ترى أنا ممكن أرفع عمرك للحاكم ممكن أرفع عمرك للقاضي لعله يرتد لأن بعض الناس شاف صبر بنتها الحلال و سكوتها يعني استمرأ هذا الشيء استمرأ أصبح عادي عندها اللفظة و يمكن عياله يسمعونه يمكن عياله أولاده في البيت يسمعونه و يقذف أمهم نسأل الله العافية و السلام هل هذا تربية هل هذا رجل يصرح أن يكون أب محترم مثلا أنا ما أعتقد أن شخص يعني يصرح أن يكون أب صالح و محترم هو يتلفظ بهذه الألفاظ والله أنا أقول هذا الكلام من حرقة لأن عندي عشرات ما أريد أن أبالغ أقول مئات من الأسئلة اللي يعاني بعض النساء من أزواجهم بمثل هذه الطريقة يعانون خلق يعانون و العياذ بلق خذف يقذف زوجته بأسهل عبارة أصر الله تعالى أن يهدي الجميع رياء من اليمن هكذا وأرد أن الاسم رياء من اليمن تقول هل يجوز تكرار نفس السورة القرآنية في الصلاة أختي رياء بارك الله فيك أو أعتقد رياء أو رياء عموما الجواب نعم بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يكرر السورة في الركعة الثانية يجوز يعني تقرأين في الركعة الأولى مثلا في الصلاة المغرب الفاتحة وبعدين إذا زلزلت الأرض وزلزالها وفي الركعة الثانية أيضا الفاتحة وإذا زلزلت الأرض وزلزالها لكن على أن لا يكون هذا عادة لا أحيانا يعني تفعلين أحيان لا يكون عادة بارك الله فيك محمد من السعودية يقول ما حكم اللي يفطر في رمضان هو صائم وذاهب للسوق هل عليه كفارة أو الصيام أخي محمد بارك الله فيك يعني السؤال أولا لماذا أفطر وهو ذاهب إلى السوق هل أفطر متعمدا هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب في عظيم من عظام الأثام وفي مصيبة من المصائب لأنه انتهك حرمة هذا اليوم من هذا وهدم يعني ركم من أركان الإسلام أما إذا كان لا مضطرا ذهب إلى السوق ووقع في العطش والجوع لدرجة أنه وصل إلى حافة الإغماء يجوز له ذلك ويقضي هذا اليوم يقضي هذا اليوم وقضية الإطعام ما لا علاقة الإطعام في مثل هذا الأمر إنما يقضي بارك الله فيك أما إذا كان الحالة الأولى هل يقضي خلاف بين العلماء من أهل العلماء قال لو قضى ما قضاه لو صام الدهر كل ما ما نفعه وبعض العلماء قالوا يقضي مع التوبة والاستغفار وهذا الذي يظهر أنه الراجح بارك الله فيك فيك أم محمد من ليبيا تقول بنتي يا شيخ دائما تحلم بالكلاب وتقوم من نوم هو يتبكي يعني ما العمل أم محمد بارك الله فيك أنا لست بمفسر أحلام وإنما أنا أرشدك إلى ما تعلمين به ابنتك قبل النوم إذا جاءت ابنتك قبل النوم قولي له تتوضى لتنام على طهارة الأمر الثاني تقرأ آية الكرسي فمن قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال معه من الله يحافظ حتى يصبح ولا يقرب الشيطان حتى يصبح الثالث تفتح إديها وتقرأ قل والله وحد ثلاث مرات وتنفث علميها هكذا وتمسح وجهها ورأسها وسائر بدنها وتقرأ ثلاث مرات قل أعوذ رب الفلق وتنفث وتمسح وتقرأ قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات وتنفث وتمسح بارك الله فيك ثم تقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وتقرأ آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليهم الرب إلى آخر السورة وأيضا تأتي بأذكار النوم باسمك ربي وضعته جنبي وبك رفعه إلى آخر وإنت قبل ما تنامين اقرأي عليها أنفثي عليها بالفاتحة قال الفاتحة وأنفثي عليها وبالقواقل وقولي أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللام بس هذا الذي توجهين فيه ابنتكي وإن شاء الله بإذن الله ما يقربها شر أم فادية من السودان بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الشلوخ على الخدود والشامة ووشم الشفاه السفلة قالوا بأنه من علامات الجمال هل حرام أم حلال والله يا أختي أم فادية أنا الذي أشوفه بأنه من علامات القبح وليس من علامات الجمال بربكم شدخ الخدود بسكين ولا بشيء هذه علامة الجمال ما أت Berry إلا إذا انقلبت الموازين وانقلبت الفطر ما نتerem أنا الذي أعرف بأن هذا من علامات القبح ومن علامات التشويه النبي عليه الصلاة لعن لعن أن يوسم وجه الدابة بالميسم دابة دابة حرم أن توسم في وجهها تعرفون الوسم الإبل والبقر والغنم كل قبيلة كل عائلة لها وسم وهو من نار طبعا على شكل معين كل قبيلة لها شكل لعن أن توسم الدابة في وجهها لعن أن يقبح الإنسان الوجه يقول قبح الله وجهك كيف يسعى الإنسان في تقبيح وجهه ولذلك اخت الفاضلة أنا فيما يظهر لي بأن هذا ليس من الجمال وليس من الزينة وإنما هذا من العبث نسأل الله العافية والسلامة ولذلك هذا لا يجوز شلخ الخدود وأما وسم الشفاه كذلك ما يسم بالنار وأيضا بالنسبة للشامة إذا كان الطبيعية خرجت هذا خلق الله أما إن الإنسان يفتعلها هذا أيضا نوع من أنواع تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك جمال الإنسان الحقيقي في دينه وإيمانه وفي صلاح سريرته فإذا صلحت السيرة ظهر الجمال على السيرة بإذن الله سبحانه وتعالى منتصر من السودان يقول ما حكم التجارة في ملابس النساء القصيرة والضيق علما بأني لا أدري هاي لبسونها للأزواج أو عند مثلا الأعراس الخاصة أخي منتصر بارك الله فيك يعني الأصل جواز وحل بيع اللباس النسائية وغير النسائية عفونا الملابس النسائية وغير النسائية الداخلية والخارجية هذا هو الأصل هذا هو الأصل بالنسبة لك تنظر إلى العرف الواقع عندك في الغالب أن المرأة إذا أتتك وهي واضح أن امرأة متزوجة وتطرب مثلا هذا الشيء الأصل الجواز والحل الجواز والحل أما إذا جاءتك امرأة وارتبت أنت في شرائها لهذا الشيء ارتبت يعني في هذا فممكن أنك تمتنع بيعها حتى لا تكون ممن يعين على الإثم وإلا الأصل الجواز والحل بارك الله فيك والإثم على من استعمل أبو حاتم من السعودية يقول هل صيام شهر مع رمضان تتابعا تكفي عن صيام كفارة شهرين أبو حاتم بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا لا يجوز للإنسان أن يحسب شهر رمضان من ضمن كفارة صيام شهرين متتابعين وذلك للتالي أولا بالنسبة لشهر رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس يعني دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والقاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل فكيف الآن أنت مشتغل بصيام فريضة وتشغله بفريضة أخرى معها ما يصلح يا أخي الفاضل هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن صيام يوم العيد محرم ولذلك يجب على كل مسلم أن يفطر يوم العيد ومعلوم بأن الكفارة هي صيام شهرين متتابعين ستين يوم أو على حسب الرؤية مثلا لكن متتابعين فلذلك أخي الفاضل لا يجوز للإنسان أن يجعل أو يحسب رمضان من ضمن صوم الكفارة ولو نوى ذلك فنيته باطل وإنما يصوم نيته تكون صوم شهر رمضان أسماء من عمان تقول توفي أخي بالغرق جرفه الوادي بالليل وفقدناه تم العثور عليه في صباح اليوم التالي فهل يعتبر أخي من الشهداء وما الصدقات التي يجب أن نتصدق بها عليه أختي أسماء أحسن الله وعزائكم عظم الله أجركم وغفر الله لأخيكم وجعله في جنات النعم أبشري أخوك من الشهداء بإذن الله النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد قال إذن شهداء أمتي قليل ثم قال الغريق شهيد والحريق شهيد إلى آخر الحديث فالمقصود أخت الفاضلة بأن من غرق من المسلمين فهو شهيد ولله الحمد والمن بالنسبة للصدقات أنت تقولين الواجب لا هو يستحب لكم ويسلكم ومن حقه عليكم الحق الفضل وليس الفرض أنكم تتصدقون عنه بسقية الماء أفضل الصدقات سقية الماء إن كان عندكم قدرة أو إطعام الطعام مثلا بارك الله فيك أم سارة من العراق تسأل تقول سمعت أو تسأل عن حكم هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد العراب يدعو يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاق إلى الجبال ومكي إلى البحار وعدد قطر الأمطار إلى آخر ذكر الدعاء طويل أم سارة هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل هو حديث باطل منكر لا أصل له لا أصل له بارك الله فيك هذا مجرد دعاء من الأدعية اختاره أو صاغه أحد العباد أو كذا وذكره أما أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز بارك الله فيك أم عبد الله من قطر تقول إذا دعينا للميت هل لازم نذكر اسمه نقول ربنا أو نقول ربنا اغفر لي ولموتانا أم عبد الله بارك الله فيك غفر الله لنا ولكم ولموتانا وموتاكم وموتا جميع المسلمين أخت الفاضلة لا يلزم كلزوم لا يلزم يعني تقول اللهم اغفر لي والدي اللهم اغفر لي والدتي اغفر لي جدي لجدتي لأخي لأختي مثلا يكفي لو قلت اللهم اغفر لي أخي فلان عندك أكثر من أخ مثلا أخي فلان يجوز تسمين اللهم اغفر لي أخي فلان اغفر لي خالي فلان مثلا ميت يجوز ولو قلت اللهم اغفر لي خالي ونيتك خالك فلان يكفي ما يلزم أنك تذكر الإسم لأن الله تعالى أعلم بما في قلوب العباد سالم من عمان يقول هل يجوز قتل حشرة العنكبوت سالم بارك الله فيك الجواب نعم إذا كانت مؤذية يجوز يجوز قتل حشرة العنكبوت وللأسف في اعتقاد عند بعض الناس بأن العنكبوت ما يقتل ما أدري من وين جاهم هل جاءت آية قرآنية هل جاء حديث نبوي هل جاء أثر عن صحابي ما فيه فالعنكبوت والحمامة يقتل تقتل يقتل عن كبوت إذا كان مؤذيا والحمامة تصاد لتأكل مثلا أو تباع مثلا كل هذا جائز ولله الحمد والمن أبو محمد من اليمن يقول ما حكم من دعا زوجته إلى الفراش فلم تجيبه أبو محمد بارك الله فيك هذا يختلف باختلاف الحال فإذا كان ثم سبب كان تكون المرأة مريضة أو تكون المرأة هاجرة لزوجها لسبب شرعي زوجها ما يصلي أو زوجها شرب الخمر أو زوجها عند علاقات محرمة زين وهجرته هذا هجر شرعي أو زوجها عقل والديه وهي غاضبة ما تحب أن زوجها عقل والديه وهجرته ودعاها إلى فراشه مأجورة هي هي تؤجر على هذا الهجر حتى يتأدى بالزوج أما إذا كان المرأة مترفعة متعالية على الزوج ما في سبب لا هي في فترة الدورة الشهرية ولا مريضة ولا أي شيء و زوجها محتاجة فهذه تبات تلك الليلة والملائكة تلعنها كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأي ممرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فأبت و غضب عليها زوجها كان الذي في السماء غضبانا عليه و تلعنها الملائكة حتى تصبح فخطر هذا أما مثل ما ذكرت إذا كان هناك سبب مسوق فلا حرج عليها في ذلك ريناد من اليمن تقول شعري يتساقط بشكل مفجع يعني ما هي الرقي الشرعية أنا تقول تخشى أن تكون هناك عين يا ريناد بارك الله فيك الرقي الشرعية أن تقرأ الفاتحة على شعرك أن تقرأ المعوذات أن تقرأ في ماء مثلا الفاتحة و بعدين تغسلين به شعرك أو تقرأين أو يقرأ لك في زيت الزيتون مثلا وتمسحين في شعرك وتضعين يدك على شعرك وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم أو تقول عفو أعوذ بعزة الله و قدرته من شري ما أجده أو حاذر وتسألين تقول اللهم اشفني اللهم عافني هذا كله اخت الفاضلة من هذا كله من الأمور الشرعية ولله الحمد والمن أم آدم من ألمانيا تقول أنا سوريا منقيمة في ألمانيا تقول لما تزوجت زوجي كان متزوج قبل وحدة ألمانية و عنده منها ولدين أعمارهم أربعة وثلاثين وثلاثة وثلاثين يعني بنته صبي تقول متزوجين و عايشين في بيوتهم مع أولادهم يشتغلوا من فترة شهر ونصف و في زوجي و أنا عندي ابن عمره أربعة و عشر سنة و أبناء زوجي يطالبون بحقهم أمهم طبعا منفصلة كانت عن زوجي و أنا ما نزلت على ضر السؤال هل الأولاد هؤلاء يطلع لهم شيء تقول يعني لازم نتقاسم قالت لأن تعبنا أنا و زوجي و كذا أختي أم آدم بارك الله فيك و رحم الله زوجك الجواب نعم بالنسبة لأولاده من الزوجة الألمانية لهم حق في الميراث فكما أن أنت و ابنك تريثونه هم يريثونه أيضا و لذلك تلفاظ أنت لك الثمن و الباقي بين ابنك اللي عمره أربعة عشر و إخوانه و هذول من الأب اللي هو الولد و البنت المتزوجين للذكر مثل حظ العنثين هذا حق إلا إذا تنازلهم هذا مسألة ثانية قضية والله أنك أنت اشتغلتي و تعبتي هذا ما ما يفيد في الموضوع إلا أن يكون لك شراكة مع زوجك إلا أن يكون أنت زوجك كلفك بعمل تأخذين جزء من المبلغ بحكم شخص ثالث ما تحكمين لنفسك تقول والله أنا اشتغلت مع زوجي في المتجر و ما كان يعطيني راتب مثلا يقدر هذا الشيء و يشهد على هذا و عندكم المركز الإسلامي ممكن يساعدكم في هذا لكن جوابي الأساسي اللي هو أن أولاد زوجك من الزوجي الألمان لهم حق في الميراث هذا الأولاد و بارك الله فيك فلهم حق في الميراث بارك الله فيك أم عمر من الجزائر تقول أنا لما كنت أصلي ما كنت أجيب الإقامة لصلاة الفرض و ما كنت أيضا أجيب الصلاة الإبراهيمية و كنت ساهية على صلاة مع العلم عمري 58 سنة و تقول الحمد لله الآن أصلي الصلوات و السنة القبلية و البعدية أكثر من صيام النوافل تسأل تقول يعني ما حكم ما سبق أختي أم عمر بارك الله فيك بالنسبة للإقامة لا تجب على المرأة فالأذان و الإقامة لا يجباني على المرأة ما يجب عليك الإقامة و كذلك ما يتعلق بموضوع الصلاة الإبراهيمية كيف ما كنت تجيبين الصلاة الإبراهيمية يعني هل كنت ما تأتي بها أبدا ولا شاكة الآن إذا كنت شاكة أطرح الشك الآن لا قيمة له الشك إذا كنت متأكدة تقول الآن تعلمت الصلاة الإبراهيمية السؤال لك فين تعيشين أنت في منطقة ما فيها علماء منطقة ما فيها طلاب علم ما فيها يعني من يعلم كيفية و صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تكون معذورة بالجهل تقول لا والله فيه بس أنا متساهلة لا تحتاجين أنك يعني تعيدين هذه الصلوات إلا إذا كانت سنوات طويلة جدا والأشبه أختي الفاضلة في حالتك بأن هناك جهل ولذلك الحمد لله الذي منع عليك بالعلم والفهم الآن استقمت على الصلاة وتأتيم بالسنن يكفيك هذا يكفيك هذا ولله الحمد والمن أم حمد من الكويت تقول عندي عمتي زوجها توفي وللحين هي في العدة و عيالها يبون يعرفون إذا كان ممكن تطرع معهم أو مع أختها للبر مثل كشتة و شيء من هذا القبيل أختي أم حمد بارك الله فيك بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء الطيب والكحل ولبس الذهب والثياب الجميلة و كذلك الخروج من البيت ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة الضرورة في الليل و حاجة في النهر فإذا والله العائلة كلها طلعت ما بقيت إلا هي في البيت و حاسة بضيق صدر و حاسة بأنها تحتاج شوي ما في بأس تتحجب و تطلع معاكم كشتة و ترجعون تبات في البيت و هكذا إذا احتاجت أما إذا قالت لا الحمد لله موري طيبة و ما أحتاج أن أخرج الأفضل أنها تبقى في بيتها بارك الله في الجميع الأخ أبو محمد بن الإمارات يقول لي يعني ابنتي معلمة أطفال و غير متزوجة تخرجت منذ سنتين ترى في إكمال دراساتها العليا في تخصصها تربية لغة إنجليزية بحت عن جهة تعليمية تخص النساء فقط لم أصل إليها حتى الآن وجدت جهة تعليمية خاصة خاصة غالبية العظمى من منتسبيها من النساء و عند سؤالي أفادوني من قبلها أو يعني أفادتني بأنه من الممكن أحيانا التعليم بنظام المجموعات في قاعة الدراسة كما أن الدراسة يوما واحدا في الأسبوع يمكن أن تلتحق بها أو نلحقها من الناحية الشرعية أخوة محمد بارك الله فيك يعني من خلال الوصف الذي ذكرت يظهر لي بأنه ما فيه معنى مدام أن الغالبية نسى و يوم واحد في الأسبوع و حلقة هذا ما يسمى اختلاط بالمعنى الشرعي و مدام بنتك الله مبارك يعني محجبة و مستقيمة و حريصة على دينها و حريصة على أخلاقها ما يضرها إن شاء الله بالصورة اللي ذكرت بالوصف اللي ذكرت لي ما يضرها إن شاء الله و لو بحثت أكثر ممكن تجد الشيء الذي يصرح لابنتك بارك الله فيك سهى من إيطاليا تقول أمي كانت تعاني من مرض نفسي و من المس و كانت لا تقدر على الجلوس معنا في المنزل بسبب حالتها النفسية فوعدت ربي إذا رفع عنها هذا البلاء و جلست في المنزل مع أولادها ستصوم الاثنين و الخميس و الأيام البيض إلى أن تموت فواضبت على الصوم مدة خمس و ثلاثين سنة الآن عمرها خمس و سبعين سنة تعاني أمراض مزمنة مثل السكر و القلب و غيرها ما تستطيع الصوم في الصيب بينما تصوم في الشهور الباردة فهي لما وعدت ربها بأنها فإنها لم تكن تعرف بالنذر و هي من شدة فراحها وعدت ربي و قالوا لها لازم تستمرين في الصوم فهي الآن يا شيخ بدأت تشعر بالتعاوة أخت سوها بارك الله فيك يعني يظهر لي بأن والدتك هي قالت يا ربي وعد فكأنها ما نذرت و إن كان أحياناً الوعد يعني يخرج مخرج النذر أو النذر أيضاً يخرج مخرج لفظة الوعد لكن عموا من ما دام أنها قالت وعد يا ربي الوعد هذا لا يلزمها لا يلزمها و لذلك لو اكتفت بهذا يكفيها الحمد لله و تستمر على الصيام في الشتاء مثلاً تستمر هذا يظهر لي بأنه ليس بنذر يا أختي الفاضلة بارك الله فيك انتهت وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة ما انتهت و لذلك إخواني و أخواتي أذكركم بشروط البرنامج لقبول الأسئلة لأن دائماً أكرر و مع ذلك أجد بعض الإخوة يرسلون و يقولون ما تجاوبونهم يعني يفقدون شروط قبول السؤال كتابة الإسم أو الكنية عبد الله أو أبو عبد الله عائشة أو أبو عائشة مثلاً اسم البلد من وين مرسل البلد أيضاً سؤال واحد فقط وأيضاً سؤال مختصر ما يكون سؤال طويل يذكر الإنسان الفكرة و البرنامج ما يقبل أسئلة الفيديو أو أسئلة الصوتية ما يقبل فأي إنسان يرسل رسالة صوتية أو رسالة فيديو هذا البرنامج يحذفه ما يقبله ولذلك أخواني التزموا بهذا الشروط حتى نجيب و في أيضاً مسألة أخرى الصبر تدرون الآن عندي أكثر من ست آلاف رسالة تحتاج إلى جواب فلذلك اصبروا علينا و إن شاء الله تباعاً تأتي يأتي الإجابة على أسئلتكم على أسئلتكم ألتقيكم إن شاء الله غداً على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر